اشتركوا في القناة هتستقبل عمليات زرع الكبد بإذن الله بعد تطبيق القانون ومعنا الأستاذ الدكتور أحمد حازم رئيس قسم الجراحة بمعهد تيوتور بالهرز أهلا بك أهلا بك ندخل مع بعض سيادتك شايف أن دي الوحدة الجديدة دي حضرتك واحدة العماد الجديدة أيوة إحنا كان بقالنا ثلاث سنوات يعني بننشئها والحمد لله يعني بفضل من ربنا سبحانه وتعالى فتتحت في نوفمبر الماضي وفتتحت رسميا في وجود سيد الوزير هنهلال والأستاذ الدكتورة جيان الفاند رئيسي معهد الأسبق والأستاذ دكتور موتاز حسن رئيسي معهد الحالي وده كان في يوم عشرين ديسمبر هي الوحدة الحمد لله زي ما تشوف حضرتك هنضط على ده بتاخد حضرتك state of art في هنا وان روم اللي هي روم تو وفي روم وان نحن نجيب روم وان روم تو حضرتك وروم تو ده المكان حضرتك بتاع التعقيم بتاعنا بيتخش الجرح بيتدي يتعقم من هنا ويدخل بعد إزدى حضرتك من المكان من الباب ده ومن الباب ده وبرضه بيخش أوتوماتيك بالطريقة اللي هي بعد التعقيم من غير ما يلمس أي حاجة خاص هي حضرتك روم وان دي روم وان حضرتك دي هو فيه قوضة فيه حالة شغالة دلوقتي حاليا من الاسم المسالك استقصال مثانا بالكامل نتيجة سرطان مثانا وبرضه من ناحية التانية الأستاذ الدكتور محمد روشاحي رئيس الاسم أسبق برضه شغال حضرتك استقصال مثانا من ناحية التانية دي برضه من الشروط اللي مخلوطة دي من الشروط الأسيعة لأنه بفيه قطين عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة وبأجهزة التخدير وأجهزة مراقبة المريض أثناء العملية وأدوات بتاعت العملية والإمكانيات الموجودة من ضمن الحاجات الخويسة جدا كله قوضة من أول العمليات مجهزة بتلاجة من تلاجات اللي هي منتجات الدم ومشتقات الدم مهمة جدا جدا المونتور اللي هنا حضرتك معظم الأجهزة اللي متركبة متركبة فيها بيلت إن يعني متركبة فيها حضرتك الكاميرا الكاميرا دي حضرتك بتنقل على شاشة للتعليمات التعليمية والريكوردينج للتسجيل والشاشة دي بتسجل وأريدي حضرتك في اللاونش لما هنخرج برة هوري حضرتك إن أنت في حجلة الانتظار بالنسبة للأطبة وكده إن احنا بنبقى موجود فيها حاجة زي كده التجهيزات اللي موجودة في العمليات موجودة بطريقة معمولة على أعلى النظم وأعلى المستويات في تقديم الخدمة الطبية في قوض العمليات وإحنا بنأمل إن شاء الله بإذننا إن احنا لما نقدم الطلب بتاعنا للوزارة الصحة عشان الوزارة نزلت تتبقى لللجنة العليا لزرع الأعضاء بقى فيه دلوقتي أي مركز عايز يعمل حضرتك زرع أعضاء لابد إن يتفتر يبقى فيه شروط متوافقة مع ذلك وإحنا إن شاء الله يعني بنأمل إن شاء الله بإذننا إن إحنا معظم المعايير متبقى بنسبة حوالي 90% يعني المتبقي حاجات بسيطة إن شاء الله بإذننا هنكملها بإذن الله بعد ما شفنا حجرات العمليات في قسم الجراحة وغرف العمليات اللي هتنتظر بإذن الله واللي مجهزة الحقيقة على أعلى مستوى عمليات زرع الكبد بالكامل دكتور أحمد حازم رئيس قسم الجراحة معنا إحنا دلوقتي في حجرة لا فيها سرير عمليات ولا فيها أي حاجة إيه الحجرة اللي حاجة؟ أولا دي غرفة الانتظار بالنسبة الخاصة بالنسبة للأطباء وزي ما أنت شايفين في الخلفية بتاعتي فيه سكرين بيعرض كل العمليات اللي بتشتغل جواه يبقى تدريب بقى دكتور أحمد؟ أهلا لأنه إحنا كمان أريح ديك ده برضو فيه من الأطباء العمليات لقاعة محاضرات بتسعة مئة واحد وأريدي كمان يعني حتى على جنبنا هنا في الشمال ده الجهاز بتاع كل الراوتر بتاع الكمبيوتر عشان كمان كان كون الانفرستركتش الموجود هنا كله مجهز بالكمبيوتر أقولك على إحساسي يا دكتور أحمد أنا حاسس أن المشاهد مش مصدق إن كل الكلام ده فيما هت يدور في الوراء في منطقة ريفية في كل المسائل والله يفهمني أنا مجذبش على ساعتك يعني إحنا يعني إحنا الحمد لله الحمد لله يعني المكان هنا بيقوم بخدمة للمرضى ومرضى أمراض الكبد وأمراض الجهاز الهضمي وزي أكيد ما حضرتك شفت في قسم البطنة فوق يعني الناس يعني الناس في محتاجة الناس بتعاني وأحنا عندنا مشكلة مصر بتعاني من مشكلة السرطان وبتعاني من أمراض الكبد وده بالنسبة لنا حضرتك هو الهدف وهو الأساس في التعامل مع المرضى هنا فيما هت يدور بالهرس سؤال أخير مكافحة العدوى بتعمل فيها إيه؟ إحنا عندنا هنا يعني قسم مكافحة العدوى يعني من أقوى الأقسام اللي موجودة في المعهد لأنه بيحاول بقدر الإمكان أنه يطبق كل المعايير الدولية بنسميه الانترناشنال ستاندرز اللي بتطلب في الكواليتي كنترول اللي بتطلب في الجودة وده طبعا يعني أنتو يعني أنتو جيتوا وشفتوا بنفسوك وعينتوا بنفسوك المكان هنا شكرا ومرضوش يدخلونا إلا معقمين كامل يعني يعني ده حاجة حضرتك إحنا كصحاب البيت إحنا بنحاول نحافظ على البيت لا قدوة الحقيقة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لدكتور أحمد حازم رئيس قسم الجراحة بمعهد يدور بالهارس للأبحاث ومزيد من التواصل مع معهد يدور بالهارس للأبحاث عشان تشوفوا قد إيه هذا المعهد بيقدم خدمات وعشان تفخروا بأطباءكم أطباء معهد يدور بالهارس للأبحاث